الجزء قال لني عليش أحكيته؟ الجزء قال لني أحكيته على خاطر ثمه من رسالة حبيت نوصلها لليجون اليوم لليجون اليوم راه العالم الرقني راه عالم مهم على الأخر وراه وعالم ديمقراطي معناها مهما كان المحيط متاعك الاجتماعي ومهما كانت ظروفك ومهما كنت إذا تتمكن منه وراوسيها على الأخر مش تتمكن منه وعنا قلنا راه جزء بي سي وتحب تتعلم راه فرصة كبيرة لك بش تحلق فق كبيرة في العالم مهما كانت دولتك ذالبا ومهما كانت السياسة مش ماشية ومهما كانت الوضع السياسي ومهما كانت راه بالديجيتال تنجم تحل ديمقراطي وعالم ديمقراطي والمنطقة متاع الدجيتال وما في شو معارف ومشو معارف ذراعك يعليف معناها إذا أنت عندك كمبيتونس تمشي وما تلقى في تونس نجم أن تونس تخدم مع الخارج ومهما تنجم غضوة تخرج دونك العالم هذية عالم مهم على الأخر ونجم اليجون في وعض الوقت يقعدوا كنسوماتير قدام السوشيال ميديا على الفيسبوك وهو في جامعة طفلة وبالحق معناها تنجم تخصص جزء من الوقت هذية راه يحلك أفيق كبيرة حتى الليجون الليوم الطلبة نقولها الطلبة اللي قاعدين يقراه راهوا الماشينكم في عالم ديجيتال وتفهموا مهما كان الاختصاص متاعكم راه يحلكم أفق أخرى ونعطيه مثال هنا اليوم استاذ انجليزية ما عندو معرفة ما عندو معرفة بسيطة جدا على العالم الديجيتال رابو شو قاعد بطأ وش لقى مشكلة في العمل استاذ انجليزية ولا استاذ انجليزية متمكنة ولا عندها حد أدنى من الفهمة بتاع الديجيتال كيفية يمشي دون كريم تقعد نهار بطأ رابو مطلوبين على الأخر نفس الشيء في استاذة الفرنسية اليوم استاذ فرنسية بالديبلومة متاعك ما يعنيها ما يعني سوى حتى شيء لكن الديبلومة هذيك تتكون وتاخذ معرفة في العالم بتاع الديجيتال راهو غضوة بالوقت اليوم احنا في تونس انا نقول لك عندي عندي معنى معنى الواقع المهني نعرفه فما افتقار كبير دونك اليوم حتى كتبدا مهما كالاختصاص متاعك خوض وقت تعلم حاجة اخرين راهو عالم ديمقراطي راهو السرتيفيكات والفورماتيون في الديجيتال راهو مستحقوش راهو واحدك راهو السرتيفيكات خاص من اكبر شركات راهو اليوم تخطي تخطي سرتيفيكات من جوجل تخطي من الانكدينج لانكدينج لرنج سرتيفيكات اكسترا اردينير وديجي ماجستير صغار وكل شيء وتعدي اكزامات وتاخذ وانتي قاعد في الدارة متاعك وتحلق غضوة كبار لخاطر اليوم العالم كله ديجيتال اليوم الشركات ماشى للديجيتال والمعامل ماشى للديجيتال والبزنس والكوميرس ماشى ديجيتال والإعلام ديجيتال والفنان ديجيتال والكورة ديجيتال العالم كله ولا ديجيتال ونحن عدنا لزوبورتونيتي يعني عدنا لزوبورتونيتي وعندنا للمخزون هات نمشي وراو هذية كما في دول اخرى مثلا كما نقوله في الهند الهند راهي قاعدة تعم في طاقة تشغيلية كبيرة قاعدة تحل في مشكلة البطالة متاحة مش ما الهند انت تعرف عدد سكيرها مليار وواش ملايين الشباب قاعدين يخدمون في الديجيتال اليوم الهند تحتل في العالم على خاطر مشيت في الثنية هذية احنا نشجع ونقوله راهي قاعدة توقعت في القهوة وقاعدة تضيع وقت في حكاية فارغة مصيرش اوقض على بي سي وقفها مراه وسهل وراك غدوة تربح منه برشة تربح منه فلوس وران يقول كما قتلك روحاتك كان دولتك ظالمة وإدارتك خايبة والإدارة مش نقوله مش خايبة بيروقراتية وكستيراء وكان ثم عقلية المعارف في تونس اذا تمكنت من ديجيتال روحاتي العالم لا فيها بيروقراتية ولا فيها إدارة ولا فيها معارف ذراعك يا عليف تهبت تخدم على رجل اثنين اذا كنت نقول معناها في نفس الأذية في المدخول اليوم رأى فهم برشة بلاتفورم حتى في الوقت الذي نخدم ثم برشة منصات في العالم التي تنجم تتعامل مع أي شركة في بلد أخرى الذي يعطيك سيرفيس يقول لك عمل لي لوجو عمل لي جرافيك وانتي قاعد في دارك وتخدمل وانتي في دارك ثم اليوم الريزول سوشيو الكل قاعدين يدفلوبي في البلاتفورم وكيف يدخل الناس نشوفه في فيسبوك فيسبوك كرياتور الي هو مواجه لكرياتور نشوفه كيف في فيسبوك انستانت الي زادة أي مواطن ينجم يعمل كما جوجل ادد يدخل فلوس في فيسبوك في فيسبوك في يوتيوب هنا حاجة في اليوتيوب على الخطر نحن يوتيوب في تونس في برشة الدول في العالم معناها رو نس والد اثرياء في جره اليوتيوب نس عامل ثروات طائلة في جره اليوتيوب وفي جره الفيديوهات نحن في تونس مالورزمو اليوتيوب كسوشيال ميديا مستعمل الخطر ديما أي سوشيال ميديا يجب ان يمشي لها الكرياتور الناس اللي تصنع المحتوى اللي يعملوا الفيديوهات نحن في تونس ليس لديهم تندانس الخطر ما يربحون فيه ينجم السبب ينطج نحن في اليوتيوب ينجل也是 في اليوتيوب حنال ان هو من السباب في اليوتيوب تشوف موجه كبيرة متاع الكرياتور دو كونتوني في اليوتيوب وكما في الدول الأخرى ونستحكي تكنولوجيا ونستعمل شان متاع طبخ ونستعمل شان متاع ثقافة احنا في اليوتيوب لو كان نعطيو نحن نلقاو حل المشكل متاع البايبال عندنا عدد كبير من التوينسا ومن الكرياتور دو كونتوني بشي يمشي ويبدو عاليوتيوب فيسبوك احنا شوفنا هو كبلتفورم كان ثم طاقة سلبية كبيرة الموجهة ضده هو كبلتفورم كانوا ثم مئة الالاف متاع ليجون اليوما ديفلوبور في العالم الكل ما عندهم حد شينهر كامل يحبوا البراتيو يحبوا شيخ انتي رك تعرف كيف ده واحد في عمر معينه في واحد تنجم تكون هو متمكن معناها وفهم في الديفلوبمون شيخته كيوقف الفيسبوك معنا حص روحوا بطل العالم كيوصلوا هذي فيسبوك خمم قال كيفيش انا الطاقة السلبية الموجهة ضده نحولها الطاقة ايجابية فيسبوك خرج بالبرجرامة الفكرة فيسبوك يقولك انا العبيد اللي تحبت بيراتيني هاو نقولك شنعملهم ونقولهم ايك تلقى لي ثغرة نجمة ابعثي لي ثغرة هذيك او انا نعطيك ريكمبونس سواء انا نعطيك شهادة سواء انا كذا ثغرة كبيرة نعطيك فلوس وكانك ثغرة كبيرة يصر ان يجبك تخدم معي توليك الطاقة على خطر قبل هو ما عنده مربح ما عنده مربح دونك يمشي بيراتي فيسبوك اليوم بالبرجرام هذيه والليو اكبر اللي بيراتي يمشي ومشي يلقاو اللي فاي اللي بوق في فيسبوك يلقاهم يبعثلو لك تونس ولا جيت الثانية فيها بانسور احنا تونس الهند تونس ثم امريكا نقولك حاجة هذي رهي مش معلومة سامبل ومالورز موحنا نتعملنا معها كخبر في تونس تخطر هذيه يبين اللي احنا ريقدين على ثروة الخطر الوقت اللي انا عندي في بلاد بحجمها صغير وعدد شبابها صغير يتوصل جيت ثانية في العالم في اقوى موقع مع الهند ونحكيوه في الهند الولانية لخطر سواء عدد السكين وسواء مستثمون كبير قاعد سير في الهند معناها الشباب تونس وضمان وقتلك مش شباب مستهلك هذيه شباب ديفلوبر مطور يفهم شباب تخلي لو جعل ليفاي دونك هذو ما ثروة جينا الثانيين يدول راهو هذيه عندها سينفيكاسيون كبيرة اللي احنا لحد الان ماعرف نش كيفش نتفعلوا معها الليوم ثلاثة وخمسمية جيون هذي احنا منعرفهم شش كون منعرفهم شوين ما حدد نهمش ماعرف نش كيفش نجم ونستفدوا منهم دونك هذا في المختصر